اكد سعادة السيد اسامة بن احمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية ان اليوم الدولي للعمل الخيري يعد فرصة مواتئة لابراز التجربة البحرينية الرائدة على المستويين الدولي والاقليمية واكد الوزير ان مملكة البحرين تفردت عبر سياساتها التنموية والاجتماعية وتمنتها ودعمتها مؤسسات المجتمع المدني واضاف العصفور ان البحرين شهدت تطورات تشريعية بهذا المجال في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لترسيخ قيم العمل الخيري والاجتماعي واكد وزير التنمية الاجتماعية ان الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات التنموية في مجال دعم الجهود الانسانية والخيرية من قبل منظمات المجتمع المدني وفي هذا السياق اثنى الوزير العصفور على المستوى الذي وصلت اليه منظمات المجتمع الاهلي في مملكة البحرين من تقدم وتطور في برامجها الانمائية وسعيها الدائم الى التميز في خدمة المجتمع البحريني وتعزيز قيم التعاون والارتقاء بالعمل الانساني والخيري مؤكدا سعدته على استمرار جهود الوزارة لتطوير مجالات هذه الاعمال الخيرية عبر تحديث التشريعات الوطنية وتنظيم عمل المنظمات لتقوم بواجبها الاجتماعي والانساني على اكمل وجه